الوضعية متاع المنطقة هذيك تتغير واذا يشقلنا؟ قلنا على اساس لازمها الناس كل تتعاون نعطيك معلومة واذا كانت تعاونة نرى النجم ونغيره اليوم ثم أشغال في المنطقة هذيك بعد الزيارة اللي قمنا البارح مع سيدنا النائب أوسامة الخليفي اللي هو مكلف بلجنة متابعة المشاريع في المجلس الجاهوي لبليل تونس اليوم بالتنسيق مع البلديات والمصالح الجاهوية اليوم البلديات الكل هبطت بلديات حلق الويد بلديات المرسى بلديات الكرم بطبيعة الحال لدارة الجاهوية للتجهيز لدارة الجاهوية للفلاحة الديوان الوطني التطهيق اليوم عملنا حملة وبتتواصل اليوم وغدوة ونهار السبت ثم العديد من النقاط مماثلة للنقطة هذيك في المجلس الجاهوي اليوم المضيق اللي عملناها المجلس الجاهوي الأمن المضيق فأنه تم اقرار توسية بحصل جميع النقاط المشابهة للنقطة هذيك في كامل مرجع نظر ولاية تونس حصرها بالتوثيق بالصور بالوضعية اللي هي عليها هذه المناطق الخضراء المهملة وتحميل المسؤولية لكافة الأطراف المعنية بمتابعة هذه المناطق تحميل المسؤولية في نفس الوقت دعمها إذا كان ثم أي مبادرة إذا كان ثم أي مبادرة من قبل البلديات في إطار العناية بهذه المناطق المجلس الجاهوي يساهم بخمسين بالمئة في المبادرة هذه في تكلفة العناية بالفضاء هذه ولكن شريطة أنه بعد ما يقع معناها العناية بالفضاء هذه بش نواصلوا العناية به لازم يقع إشغالوا إشغالوا عنا أصحاب السيد العليا كما قلت العديد منهم في اختصاصات مختلفة قادرين وأنه إذا اعتناهم فرصة في بعث مشروع في الفضاءات هذه فأنهم أولا ينجحوا هما يخلقوا مواتنا الرزق وكذلك يعتنيوا بالفضاءات هذه سيد لويلي مهم جدا لتقول فيه فمن نقطين مهمين هو أن المشروع هذه